السلام البنات نتمنى تكونوا كامل بخير وباستحى جيدة الفيديو اليوم في مطبخ ام عبد الرحمن جبت لكم البازة الجينواز المسكوتشو تحليت تحليت الكووس تحليت الكووس يعني اي حاجة تتخدم بلا جينوازة البنات تقدر تخدموا بهذه الوصفة او بهذه المقادير اليوم جبت لكم المول الكبير كبير خلاص هذا المول للبنات يتباع طروة بيس انا شريتوا عندي بزاف من اللي شريتو في الطروة بيس زوج خليتهم عندي وصغير خلاص داتوا بنتي المهم هذ تسع بيضات نقدروا نقسم المقادير التحى الى ثلاث اقسام يعني تقدير دي ست بيضات كما تقدير دي ست بيضات هذا المول الثاني البنات اللي شفتوه يهزلي ست بيضات وفي ست بيضات البنات نديرو ثنين خميرة كيميائية وفي تسع بيضات راح نديرو ثلاثة خميرة كيميائية وكي نقسم المقادير على ثلاثة اكيد سنقوم بيضات واحدة خميرة كيميائية في ست بيضات في البداية نبدأ بسم الله نحكم الملتعي الكبير كامل كما راكم تشوفوه ندهنه مليح بالزبدة او المقارين ونغبره بالفارينة ونرمي هذا كزايد البنات كما راكم تشوفوه لا تنساوش نستعنو دايما المول اللي يكون الحووث بتاعو طالعين كيف يدخلو لجين واسطاكم للفورن وتطلع اكيد ما راكم تسيح على المول هنا راح نبدأو في طريقة التحرير كما قلت لكم انا اددت تسع بيضات راح نفصل السفار عن البيض كما راكم تشوفو السفار راح نديرو في ايناء وحده والبيضة البنات راح نديرو في البول تاع البيتخا انا نحب نخدم هاد الوصفة بالبيتخا يا البنات كما تقدو تخدموها بالباتر اكيد راح تعيكم شوي معليش لكن بالفوي ماشا هتصلح معكم لاحظو نكمل كامل البيضات التاعي نفصل السفار عن البيض كما راكم تشوفو لاحظو معي البنات هنا عندي تسع سفار وهنا تسع بيض نحكم البيض نديله رشة ملح ونديه للبيتخا باش نطلعوا مليح ولكن هو غير يبدأ يطلع كما راكم تشوفو نبدأ نلوح في السكر بالنسبة للسكر البنات عندي كاس ونص يعني كل ثلاث بيضات عندي نصف كاس سكر لاحظوا معي تسع بيضات عندي كاس ونص سكر ثلاث بيضات عندي نصف كاس سكر ست بيضات عندي كاس واحد سكر نتمنى تفهموا يا البنات وتحتفظوا بهذا الوصفة وتخبوها في عينكم كاس ونصف حليب وكاس زيت البنات ونخلط كل شمعه بعد كما راكم تشوفوه بنفس الكاس نكيل جميع المقادير بالنسبة للزيت البنات انا ما نحبهاش تكون دق دقه شوشة بزاف تقدروا تديروا كاس ونصف ولكننا نحب ندير كاس فقط نخلط كل شمعه بعد كما قلت لكم في البول تعل السفر والزيت والحليب الحليب من الأحسن يكون دافي شوي ما يكونش في الثلاجة البنات بيش تنجحلكم الوصفة مليح لاحظوا معي البياضة البناتر وطلع لي كل ميرنج والله ما شاء الله لازم تحصلوا على هذل النتيجة هنا مش رح يطيح حتى نقلب البول كامل مش رح يطيح معي نرجع للبول اللي فيه السفر والحليب والزيت نخلط مليح ونضيف له ملعقة كبيرة ونخلط مليح نضيفه العطر الشوكولة الكرامل ليمون القارس هذه المقادير تقدروا بها اي تحلية واي طنش باطيسير اي حاجة تحبها من الحاجة التي تتشكل بالنسبة لفارينة البنات ربعة كيلات ونصف فارينة مع ثلاثة خميرة كيميائية في التسع بيضات البنات اذا قسمت المقادير كما قلت لكم فعلى ست بيضات نضيفه كاس حليب كاس زيت كاس سكر وزوج خميرة كيميائية بالنسبة للفارينة نضيفه ثلاث كيسان البنات ودخدمهم بنفس الطريقة واذا درتوا المقادير على ثلاثة كملوا قسموا جميع المقادير واكيد رح تنجح معكم الوصفة كملوا فقط البنات في الفيديو انا رح نقدر لكم الكفاة تقدروا تدلوها لترونش باطيسير واذا حبيتوا نجرب معكم اي وصفة لترونش باطيسير بهذا المقادير اكيد رح نجربها وحطوا لي فقط في التعليقات اكيد اي وصفة تحبوها نضيفها لكم بالنسبة للترونش باطيسير لن تحضيري كبيرة لا تحضيري تسع بيضات فقط رح احضيري ثلاث بيضات وتقسمي جميع المقادير على ثلاثة وتحطي تفرشي في المول اللي يكون نحضيري فيه الترونش باطيسير يكون ثلاثين على خمسة وثلاثين او خمسة وثلاثين على ربعين رح تجيكم السمكة سوى سوى وبالنسبة للمسكوتشو تحضيري ست بيضات يكون احسن اذا حبيتوا يكون مول كبير تحضيري تسع بيضات بالنسبة للمسكوتشو تقدروا تشربوها وتحضيرها تشربوها بالسيرو او تشربوها بالقهوة وحليب او بالقهوة واحدة حليب وشوكولات تغطيني كاس حليب مع منعقة كبيرة شوكولات تغطيني وتشربوها بالسكوتشو وتزيين يبقى دائما لك لاحظوا معي البنات هنا حكمت ربع الكمية الميرانج اضفت الخليط سفر البيض خلطته وكسرته لكي يخفاف الخليط لانه كان ثقيل وهنا راح نضيف الكمية اللي بقات له لاحظوا معي نكملها كامل دفعة واحدة وهنا لبنات ضروري خلط غرب العقل ملتحت للفوق ملتحت للفوق حتى ندخل جميع كامل الخليط بيض البيض خلط غرب العقل بيض البيض والفرن البنات سوف نقصه 150 درجة مئوية ونخليها حتى نطيب ملتحته تحمار في نفس الوقت سوف تحمار الكمة اللي عندها الفرن المروحة اكيد ما هي شريحة تشعل ملفوق تشعله ملتحت فقط وتدخل السنوة رايح يحمار ملتحت و ملفوق في آن واحد وما تنساوش ما تفتحوش باب الفرن الا بعد ما تفوت 20 دقيقة او 25 دقيقة يا البنات باش ما تربط لكم شل جنواز تاكم في الفرن وكيت حمار الجنواز تاكم البنات في الفرن وشحين ديرو تهزو سكين او كوردة وتستيوه اذا خرج ناشف يعني خلاص راهي حمارت وطيبة من الداخل تماما اذا خرج من الدي او فيه شوية خالات من المسكوتشو يعني خليوه يزيد حوالي 5 الى 10 دقيقة وعودوا تستيوه ونشوفوه قبل ما تدخلوا السنوات اكيد رايح نديرو هذه الخطوط العشوائية باش المسكوتشو ما تجيكم شجيها طالعة وجيها هابطة لاحظوا معي بسم الله ما شاء الله بعد ما طابت وبردت تماما البنات المسكوتشو التاعي خدمتها في الليل وخليتها حتى الاصباح وصورتها معكم يعني تأكد باللي راهي بردت وهنا تصلح لأي حاجة خاصة البنات اللي تارت سعيد الميلاد او المناسبات والله يجيكم ولا ارواح لاحظوا معي رايح حمرة ما شاء الله وخفيفة اسفنجية متمنى تجربوها اكيد راحين تعتمدوها 9 بيضات او 6 بيضات او 3 بيضات فقط ما ترطوش وجربو اكيد حين تشكرونا لها لاحظوا معي البنات هنا نقسمها باش نوري لكم القوام الداخل هنا المسكوتشو التاعي يا البنات ما زينتها يعني تزين فقط حبيت نعطيكم لباز وانتم ما زينو كما تحبوا لاحظوا معي الخفة يا البنات رايح خفيفة وطالعة ما شاء الله هنا تقسموها على زوج يعني على شكل دائري كما راكم تشوفو تقطعوها في الوسط على زوج طبقات او 3 طبقات وتحشيوها بالكريم شانتي او بكريم باتيسير او حتى كريمة الزبدة وتزينوها من فوق كما حبيتو حبيتو بالفواكه حبيتو بالشوكولات حبيتو باي حاجة موجودة عندكم في البيت والمناسبة اللي حبيتو تحطو فيها هذ هذ الكعكة او الكيكة او الجنوازة البنات لاحظوا معي انا زينت فقط برشة السكر من الفوق لاني كما قدتلكم بازيتلكم على باز فقط والتزين كما تحبوا لاحظوا معي بسم الله ما شاء الله راهي طالعة وخفيفة تشهي البنات راح تحمر لكم وجوهكم مع ضيافكم رئيس فنجية لاحظوا معي اكيد راح ينشكركم عليها واللي يشوفها يطلب الوصفة تجربوه هاي البنات وما تراتوش واللي لحقت لهذه المرحلة نقولها ديليلي جام بارتاج بين احباب والاصدقاء باش تعمل الفائدة ويطلع على فيديو وتنجح القناة وتستفدوا كامل البنات والان ما بقى لغير قولكم دمتم في رعاية الله وحفظه سلام اشتركوا في القناة